اشتركوا في القناة السلام على الحسين السلام على علي بن حسين السلام على ولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين نعزي الأمة الإسلامية وعلى رأسها مراجع العظام والمؤمنين كافة بهذا المصاب الجل المصاب استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام ونسأله سبحانه وتعالى أن يوزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة في الواقع أسلفت في الحلقة السابقة أنه إمام الحسين عليه السلام لما أذني الأصحابي بالنصرف وبعد أن مدحهم بهذه العبارة الكبيرة العظيمة أما بعد فني لا أعلم أصحابا أوفا ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصى من أهل بيتي فاجزاكم الله عني خيرا ألا وأني لا أظن أنه آخر يوم لنا من هؤلاء ألا وأني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام طبعا واقعا هو إمام الحسين قد أذني لهم بالانصرف وبينت بينت أنه كان هناك كانت هناك وقفة لهؤلاء الأجلة أصحاب إمام الحسين عليه السلام من كلام إمامنا وكيف كان يجاوب من الإمام عندما أذني لهم بالانصرف وذكت مواقف مسل بن عوسل جي الأسدي وسعيد بن عبد الله الحنفي وموقف الزهر المقلين رضو الله عليهما في هذا الحق سأتناول ماذا قال أخوته وماذا قال بنوع عممته فمؤرخ يقول فقال له أخوته بعد هذا الكلام باعتبال أن إمام حسين عليه السلام ماذا قال عندما خاطب أصحابه قال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيدرجوا من أهل بيتي وتفرقوا في سواة هذا الليل وذوروني مهؤولاء القوم فأنهم لا يردون غيري يعني يطبون إلي فقال له أخوته وأبناءه وبنو أخيه وأبناءه عبد الله بن جعفر وليما نفعل ذلك لنبقى بعدك لا أرى الله ذلك أبدا بدأهم بهذا القول أخوه العباس ابن أمير مؤمنين وأتبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله ونحوه ثم نظر إلى بني عقيل فقال أي إمام الحسين عليه السلام حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم اذهبوا قد أذنت لكم قالوا سبحان الله فما يقول للناس لنا وما نقول لهم إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عموتنا وبني عموتنا خير العمام ولم نرمي معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضرب معهم بسيف ولا ندري ما نصنعوه لا والله ما نفعل ذلك ولكننا نبديك بأنفسنا وموالنا وأهلينا ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله العيش بعدك طبعاً أخواني واضح بعد أي دروس عظيمة وكبيرة وفعلاً هؤلاء قالوا وفعلوا ووقفه مع إمام الحسين عليه السلام ثم أو أن الإمام الحسين عليه السلام أو ردهم وورده وهو أن يكون معه في الجنة في أعلى عدلين طبعاً هناك مواقف أيضاً متعلقة من جملة هذه المواقف موقف سعيد بن عبدالله الحنفي طبعاً سعيد بن عبدالله الحنفي في ليتعاش من محرم الحرام قال لا والله عندما أدني لهم بالانصراف قال لا والله يا ابن رسول الله لا نخليك أبداً حتى يعلموا الله أننا قد حفظنا فيك وصية رسولي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان موقف هذا الرجل وماذا فعل طبعاً سعيد بن عبدالله الحنفي رضو الله عليه عندما حان وقت الصلاة فأجاب إمام الحسين هذا الشخص وقال له قد ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلي لما بدأ إمام الحسين عليه السلام بالصلاة هذا الرجل الكبير موقفه وقف أمام إمام الحسين عليه السلام ليتقي أو كي لا تأتي السلام إلى جسد إمام الحسين عليه السلام ليقي ليقي إمام الحسين عليه السلام من وصول السلام إلى جسده الشريف فلذاك ماذا يقول موارخون؟ يقول وقد وقل حسين عليه السلام بجسده من أن تصل إليه السلام لجسد الشريف المقدس حتى سمي بشهيد الصلاة وقد وجد ثلاثة عشر سهما في جسده والتفت طبعا ثلاثة عشر سهما غير الطعن بالرماح بعد ذلك طبعا هناك أيضا كانت فيه جراحات لكن وجد به ثلاثة عشر سهما في جسده والتفت الحسين هذا الرجل الجليل سعيد بن عبدالله حنفي التفت الحسين عليه السلام وقال له أو فيت من رسول الله أجاب الإمام الحسين عليه السلام نعم أنت أمامي في الجنة بشهره بالجنة طبعا وأيضا هناك موقف وهذا في الواقع سنقف عليه بتعمل وهو موقف الجابريان قبل الجابريان لما قتل مسابن العوة السجال الذي بينت موقفه الآن توجه إمام الحسين عليه السلام مع حبيب مظهر أسيدي وتل هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين تفتوا إلى أخوة إمام الحسين عليه السلام الذي لا ينطق عنه باعتباره بصي وصي النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عنه وكذلك الأم الأوصياء لا ينطقون عنه وإنما ينطقون بالحق والصدق وبما يريده رب العالمين سبحانه وتعالى فبالمسير باتجاه المسلم لما سقط تلأ إمام الحسين هذه الآية من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدوا لتبديله لما وصلوا لاحظوا يعني الصلة الشديدة والولاء والعطف والميل لحب الحسين الشديد وفي الواقع لعله هذا الشديد تحديد لحب هؤلاء للحسين إمام زمانهم بحيث أنهم لما وصلوا عند جسد مسلم بشروا حبيب بالجنة فقال لولا أني يعلم أني في الأثر يعني حبيب يقول له أنا بالنتيجة أيضا أنا في القتل طريق إلى القتل والاستشهاد ولولا أني أعلم أني في الأحبيب أن توصيني ماذا قال المسلم هل أوصى بعيالي هل أوصى بما يخصه لا أبدا قال أوصيك بهذا ويشهر إلى إمام الحسين عليه السلام أيضا أي ولا لأصحاب إمام الحسين عليه السلام وعندما قال إمام الحسين هذا الكلام المتعلق بأصحابي في الواقع يعني هذا الكلام كما أسفت لا ينطق لا ينطق عن الهوى إمام الحسين عليه السلام عندما قال أما بعد فني لا أعلم أصحابا أوفا ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصم لأهل بيته فعلا هذا الكلام يقوله إمام الحسين عليه السلام وبحق أصحابه وأهل بيته وطبعا هناك موقف آخر وهو موقف متعلق به الجابريان عندما خرج وأخذها بالبكاء فخاطبهم أمام الحسين عليه السلام ووجه لهم هذا الكلام ما يبكيكما فقالوا ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك نراك وقد حيط بك ثم جزاهما أمام الحسين عليه السلام خيرا وبعد ذلك خرج وقاتل بيني قاتل أعداء ثم استفشدها طبعا أخواني حقيقة هذه من الدروس التي لا بد أن حقيقة نقتبس منها المواقف كما أسبت سابقا وما معنى الوفاء وما معنى يعني الولاء الأهل لبيت ما معنى الولاء الحقيقي لأهل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحيث أنها ولاة القوم بهذا بهذا الجو جو استكاك الرماح والسيوف وجو الدم والقتل وطبعا نحن نقول موت كتعبير والنماء الشهادة والتحاق بالأرفيق العالى وهنيئة نوم هذا الموقف والشهادة لكن نجد أن هؤلاء الأصحاب لم يخرجوا ورغم أن إمام الحسين عليه السلام قد أراهم مواضعهم في الجنة وهذا سنتي عليه إن شاء الله أنه ما معنى أراهم الحسين عليه السلام في الهتعاشر من المحرم الحرام يعني شاهدهم أو أراهم وواضعهم في الجنة وثم أنه أخبرهم بأنهم في غدا يوم يعاش محرم الحرام الكل سيقتل طبعا بس اثناء يعني إمامنا والثل الذين بقوا معه هو النساء قال إمام حسين عليه السلام الغدا الكل سيقتل حتى القاسم والطفل الرضيع لكن نجد هؤلاء ثبتوا وبقوا مع إمام حسين عليه السلام هناك صفة تصب بها أخرى أنهم رغم أن القضية واضحة جدا مع اسكر الحق مع اسكر باطل وأنهم مع إمام زمان لكن لاحظوا الطاعة والولاء المنقطع النظير أنه لا يخرج إلا بعد أن يستذي من إمام حسين عليه السلام ثم أن إمام حسين عليه السلام يأذن له ويجزيه خيرا لدينا موقف متعلق بالبكاء وبكاء الجابريان رضا الله عليهما ولماذا بكاء سنقف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة ونتناول بكاء الحسين عليه السلام ومزاية البكاء ومال الدموع التي نظرفها على مصيبة إمام الحسين عليه السلام نسأله سبحانه وتعالى أن نكون البكاءين على مصيبة إمام الحسين عليه السلام وأن نكون معزين لأهل البيت بهذا المصاب الجلل ونسأله سبحانه وتعالى أن نمزقنا زيارته في الدنيا زيارة إمام الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة أنه نعم المولى ونعم المجيب وآخر دعمان الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد وعلى محمد